وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله لمهنة أكد على تكثيف الحملات المرورية المفاجئة لوضع حد للتعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والتصدي للمخالفين مشيرا إلى أن المرور تقوم بحصف وتحديد المواقف العامة التي تضم مواقع لمواقف المعاقين وتشديد الرقابة على مخالفة وقوف غير المعاقين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة كما أوضح اللواء لمهنة عن وجود تنسيق وتعاون كاملين بين الإدارة العامة للمرور والإعلام الأمني في مجال التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة احترام المواقف المخصصة تقديرا لظروف تلك الفئة